امبارح اتكلمنا في موضوع التسنين النهاردة الحقيقة عشان اكون امين جالي مكالمة من شخص محترم جدا يعني فقال يا كابتن الموضوع ده فيه لابس وفيه حاجات صح وفيه حاجات غلط وفيه ولاد فعلا مسننة واهالي ظالمة وفيه ولاد ما يعرفوش حاجة عن اي حاجة وانا امبارح وانا بتكلم قلت انا متعاطف مع الولاد بدليل ان هم مثلا بيلعبوا في 2008 يخليهم يلعبوا في 2005 وقفهم شوية ويلعبوا بعد شوية بس ما مظلمهمش واعرف بالزبط معدل التزيولة دي سنة سنتين شهر اتنين معدل التسنين بيبقى دي عشان تبقى القرارات حقيقة وما ينفعش اتحاد الكورة ياخد قرارات بالاستبعاد من المنتخبات ويخليهم يكملوا مع الاندية تبقى بزراميت فالديني قرار حاسم قلت كده الديني قرار حاسم الديني قرار واضح ردود الفعل خاصة مع مكالمة او مداخلة كابتن بدر رجب الموهوب في هذا القطاع ردود فعل كانت شديدة جدا ثم ظهر كابتن علاء نبيلة المدير الفني الاتحاد المصري الكورة في القدم ليعلن انه كان فيه منتخب 2009 والمنتخب ده كان عنده معسكر وانه احنا اخترنا سبعين لعيب يجبوني لقطات من بعض الفرق الاوروبية للاعمار الصغيرة يشوفوهم بلعبوا على ملاعب عاملة ازاي ومن الدوريات المصرية هنا ونشوف الملاعب عاملة ازاي ده اولا وتشوفوا التحكيم عامل ازاي ده ثانيا وتشوفوا الوجوه والتزوير والتلاعب وعمل ازاي ده ثالثة وابدل اقولك لحد عشرة ما هو انت حضرتك لا عارف تأسس قعدة وتبدأ من تحت ولا عارف تشتغل من فوق لا عارف تشتغل على منتخب اول ولا تشتغل على لعيبة كبار ولا عارف تشتغل على لعيبة صغار تيجي تبدأ تلاقي التحكيم الدنيا من اولها مش لطيفة تيجي تبدأ تلاقي التزوير الدنيا من اولها مش لطيفة تيجي تبدأ تلاقي التسنين الدنيا من اولها مش لطيفة لكن الحاجة الجميلة الوحيدة اللطيفة الانتخابات كله عايز مكان كله عايز منصب كله عايز مناصب طيب حضرتك داخل عشان هتخدم انا من هنا بنادي وبوجه ندائي للاندية والاستادة المرشحين كل التوقعات بتشير الى ان المهندس هنا بريدها هو الاقرب لرئاسة اتحاد المصر وكرة القادة والقصة خلاص الربط تنتهي والانتخابات اظن في 10 ديسمبر وال11 ديسمبر يعني بتتكلم في شهر تقريبا من النهاردة فانا بوجه نداء للمهندس هنا بريدها وفيه كلام بيقولوا على المهندس محمود طهر ربنا يا شفيعة فيك ان عمل عملية في الرجبة او في المفصل سيقعد الحمد لله بالسلامة وسيقعد الى مصر قريبا وشخصية محترمة جدا وصبق له رئاسة النادي الاهلي وما ادراكه ما رئاسة النادي الاهلي وهنا محدش هيكلم على حد ممن تولوا الادارة في النادي الاهلي الا بكل حب وكل احترام كلهم ادوا وبزلوا الجهد والعرق من اجل النادي الاهلي وبالتالي الكل له كل الاحترام ممكن نختلف في ايام الانتخابات حد يبقى مع ده حد يرشح ده لكن الكل دائما وابدا مع ابناء النادي الاهلي فكلام انه احتمالية انه انه المهندس محمود طهر يتقدم بقائمة في الانتخابات جايز وارد يعني انا اللي انا بطلبه من اي حد يترشح حضرتك اديني برنامج انتخابي انا عمري ما دخلت انتخابات اللي ببرنامج انتخابي اديني برنامج انتخابي خاصة انك داخل ققائمة هتقول لي هعمل كذا في الملاعب هعمل كذا في التحكيم هعمل كذا في المدربين هعمل كذا في الانتقالات هعمل كذا في القيد هعمل كذا في عدد اللعيب الاجانب هعمل كذا في اللواية هعمل كذا في الانضباط هعمل كذا في اللجان هعمل كذا في المسابقات وهي القصة على فكرة مش كيمية قصة بسيطة جدا واحد زياد واحد يساوي اتنين هل ده ممكن يكون موجود معنا اتمنى ان يكون موجود معنا